في ملف تاني بالتأكيد برضو يا أحمد نتكلم عليه وده موضوع مهم وشغل الرأي العام طبعا ده موضوع مش بس يهمنا كأهلي ده يهمنا اعتقد ككل المسؤولين أو المنوط بيهم الحفاظ على سمعة الكرة المصرية يعني هنا مش بتكلم على وقعة تخص شخصين مش بتكلم على وقعة الشحات أو الشيبي مش بتكلم عن قصة دايرة بين النادي الأهلي ونادي القصة هنا تتعلق بكرة المصرية ومش عايزة أضخم الموضوع والأحداث لكن أنا عايزة أحط الأمور في نصابها الصحيح يمكن معنا وقعة مشابهة يمكن طبعا يعني أنا مش هنا مش مطلوب فكرة القياس فقط لغير أو أن أنا أضرب مثل على وقعة مشابهة لها لكن إحنا هنستدعي وقعة حصلت في الدوري الأسباني واحد من أكبر الدوريات في أوروبا وقع مع فالفيردي مع لعب من فريق فيا ريال ومع اختلاف التفاصيل المتعلقة بالوقعة لأن الوقعة يا محمد ما حصلتش في ملعب المباراة لكن حصلت بعد ما انتهت المباراة بالفعل وبعد ما خرج اللاعبين مش من أرض الملعب بعد ما خرج اللاعبين من الملعب الكامل وصلوا لأماكن انتظار الحافلات الخاصة بالفرقتين هنا حصل اعتداء من فالفيردي على أحد لعابي فيا ريال وهسيب محمد يقول لحضراتكم توابع هذه الوقعة كانت إيه أو إزاي تعمل معاه التحدي الكرة في أسبانيا بص يا جماعة عشان بس إيه نحط النقاط فيه الحروف وكل واحد يعرف إيه ليه وإيه عليه وانا مش هتكلم كتير في الملف ده عشان الملف ده لسه فيه مسلسل جاي معنا الفترة اللي جاية ولكن بمين نحن بنتابع دايما إيه اللي بيحصل في الدورات الأوروبية الواقعة اللي اتكلم عليها بالتأكيد زميلي أحمد سامير متعلقة بواقعة فالفيردي لعب ريال مدريد مع أليكس بيينة لعب فيا ريال بعد انتهاء اللقاء بفوز فيا ريال على ريال مدريد 3-2 في الواقعة اللي قيمت فيه نهاية المسلم الماضي الفكرة بحد ذاتها فيه حاجتين حصلوا في هذه القضية من خلال متابعتنا اللي اتكتب في مركة وإي إس بي إم الأسبانية وآس الأسبانية وكل اللي اتكتب فيه الصحف الأسبانية والواقعة دي الاتحاد الأسباني يتعامل معها زي المحاميين الخاصين بفارفيردي وريال مدريد يتعاملوا زي مع القضية والقرار الرياضي اللي صدر هل فيه قرار تأديبي صدر من جهة أخرى بخلاف الجهة التهديبية أو لا دي نقاطة نتكلم عليها بخلاف النقاط المتعلقة بالاختصاص أولاً وبادئ زو بيد هنستعرض معكم دلوقتي خبر كان نزل على موقع إي إس بي إم بخصوص هذه الواقعة لأنها شبيهة نوعاً ما بواقعة حسين الشحات والشيبي مع وضع في الاعتبار أن وقعة حسين الشحات والشيبي فيها أمر إيجابي لأنها كانت جوه الملعب مش بره الملعب وده جزء متعلق بالاختصاص هنا اللي هنتكلم عليه ولكن الواقع دي لما حصلت محامية فالفيردي وريال مدريد قالوا إيه؟ قالوا أنه بالنظر إلى هذا القرار والتحيي اللي أجريه من خلال لجنة المسابقات والقرار اللي صدر بإيقاف فالفيردي خمس مباريات لا ينبغي لا ينبغي اتخاذ أي إجراء آخر ده محامية لعب فالفيردي ومحامية نادي ريال مدريد طب الاتحاد الأسباني كان تعليقه على هذه القضية الاتحاد الأسباني قال طالما صدر قرار لا يجوز أن أتخذ قرار آخر تعليقا على هذه القضية في مناقشات في ملف تاني خارج النطاق الرياضي خارج النطاق الرياضي مع الوضع في الاعتبار أن واقعة حسين والشيبي كانت داخل أرضية الملعب كانت تغضع لاختصاص اتحاد الكورة وربطة الأندية وإدارة المسابقات واقعة فالفيردي مع أليكسي بايينا كانت في قائمة مكان الانتظار أو في الحافلات أقضبنا على الشاشة يا أحمد ESPN وده من أهم المواقع بالتأكيد الموجودة في أوروبا وفي أسبانيا وعلى الشاشة جادل محامي فالفيردي وريال مدريد إنه بالنظر إلى هذا القرار فإن التحقيق الذي تجريه لجنة المنافسة والذي واجه اللاعب بعقوبة الإقاف خمس مباريات لا ينبغي أيضا اتخاذ أي إجراء آخر وعلى هذا الأساس تم غلق الملف ولم يصدر أي إجراء في محكمة جنائية ضد فالفيردي والاتحاد الأسباني يحمد عشان ديك مرضو تعليق على هذه الجزئية الاتحاد الأسباني قال وقتها رغم أن هذه القضية خارج الملعب ولكن أنا كاتحاد أسباني لا ينبغي لي إن أنا أبص على إجراءات أخرى طالما أتخذ إجراء رياضي وتأديبي ضد اللاعب واقعة فالفيردي كانت خارج الملعب واقعة حسين والشيبي كانت داخل الملعب وهنا عندنا مثال حي إن في هذه القضية اللجنة التأديبية أو لجنة المسابقات في الاتحاد الأسباني لا مو أوقفت فالفيردي خمس مباريات لم يتخذ أي إجراء آخر ضد فالفيردي ولم تصدر أي قرارات قضائية من المحكمة الجنائية وتم حفظ الملف بالكامل في هذه القضية طيب أنا عايز أقول بس في الكل ناس اللي بتتبعنا الغرض من القياس ده أو المثال ده إيه؟ واحد خلينا نوضح مجموعة من الحقيقة هل حسين الشحات أخطأ؟ بالتأكيد أخطأ وزي ما الأهلي كان صباق قبل صدور عقوبة ربطة الأندية بحق حسين الشحات كان الأهلي صباق في فرض غرام على حسين الشحات اعترافا بالخطأ اللي وقع منه على هامش المباراة وأثناء المباراة لأنه المخالفة تضمنها تقرير مراقب المباراة فهل إحنا الكلام ده بيتقال دفعا عن حسين الشحات قطعا؟ والأهلي أول من أصدر عقوبة بحق حسين الشحات وكانت العقوبة أعتقد غرامة 300 ألف جنيه ثم صدرت العقوبة الثانية من ربطة الأندية بإيقاف حسين الشحات وتموا بضعفة عقوبة الأهلي الملائي لدوص ميور وتم صدورها عقوبة تانية بإيقاف الشحات مباراة وغرامة 20 ألف جنيه فالقصة مش قصة دفع عن حسين الشحات لكن السؤال هنا واللي أعتقد وأتمنى أنه في حد يجاوب عليه تعرفين حضراتكم كورة التلج اللي بتبدأ صغيرة جدا وبتبتدي تكبر وتكبر وتكبر لغاية لما محدش يقدر يوقفها وفي النهاية تصيب أو تحدث أضرار محدش يقدر يتحمل تكلفتها السؤال هنا هل من الممكن أن واقعة زي دي تتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر وتجميد النشاط؟ أيوة ممكن الإجابة نعم وانت مقبل على مشاركة في أولمبياد ومقبل على مشاركة في تصفيات كاسعان وخليني أقول لحضراتكم نص المادة رقم 58 نحن نتكلم على الفيفا هنا كدولة هي دولة عابرة للحدود السياسية دولة كورة القدم في العالم كل بتحكمها مجموعة من القوانين واللوايح النافذة على الجميع المادة رقم 58 من قوانين الفيفا بتنص على أنه يمنع اللجوء إلى المحاكم العادية في أي نزاع بين طرفين في اللعبة يتضمن ذلك اللعابون والمدربون وأعضاء الأندية واسل ذلك على قرارات الاتحادات المحلية واللجان التابعة لها أو الأحكام الصدرة من المحكام الرياضية الكاس وبناء على ما سبق فإن لجوء أي من الأندية القضاء العادي يهدد كورة القدم المصرية بمخالفة قواعة فيفا عبر ما يمكن اعتباره تدخلا في شؤون الرياضية وهو ما أدى في حالات سابقة ببعض البلدان إلى تجميد نشاط كورة القدم لحين تصحيح الأوضاع النقطة كمان الجديدة بالذكر وده على حسب معلوماتي وأتمنى أنه حد يطلع يقول لا والله الكلام ده ليس صحيح بعد ما تقدم أو تقدمت إدارة نادي بيرامدز أو دفعت الشيبي إلى تقديم شكوى أو بلاغ رسمي إلى القضاء المدني في معلوماتي أنه بعد التقدم بتخزي الإجراءات الرسمية بحق حسين الشاحات أنه تحدي الكورة لم يختر إدارة نادي بيرامدز أو اللاعب صفته لعب محترف في الدوري المصري ويخدع بالتأكيد طبعا للمسائلة من قبل كل الجهات المعنية سواء لجنة عقوبات سواء تحدي الكورة سواء ربطة الأندية لم يتم اختاره أو تحذيره بإلغاء الشكوى دي غير خلال الساعات القليلة الماضية فبالتالي فيه هنا عملية تأخير بتوتيح مجال الشك ليه تم التأخير في عملية اتخاذ الإجراء ضد اللاعب وإيه اللي تم بناء على التحقيقات اللي تمت في تحدي الكورة بشأن هذا التجاوز اللي أعتقد أنه من ممكن أن يؤدي إلى شاطب الشيبي لعب نادي بيرامدز وإيقاف فنتمنى الحقيقة عشان ما يبقاش الكل بيدفع تمن الفاتورة دي وما تبقاش الكرة المصرية عرضة لأي عقوبات من قبل الفيفا أنه يتم وضع الأمر بشكل كامل في إطار من الشفافية وردوح لجميع الأطراف وبصرف النظر زي ما قلت عن كون طرفية الأزمة النادي الأهلي ونادي بيرامدز أو حسين الشحات ومحمد الشيط ختمة اللازيج جزء المطلع فاصل يريد يريد الناس تشوف الواقع اللي حصلت في الاتحاد الأسباني كيف تم التعامل معها بشكل قانوني وهنا جهات الاختصاص كيف تفعلت مع هذه القضية مع الوضع في الاعتبار أن قضية حسين الشحات مع الشيبي كانت داخل الملعب كان فيه تقرير لمراقب المباراة كان فيه عقوبة من لجنة المسابقات ومع ذلك الناس هنا بتاخدنا في نطاق خارج الملعب وده أمر سيتم محاسبة المخطئ في هذا المجال محاسبة قانونية قوية جدا سواء من الاتحاد المصري لجنة الانضباط أو حتى الاتحاد الدولي والموضوع ممكن يستمر المحكمة الرياضية لأنه هنا أنت بتخالف ليحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي والناس هنا تتكلمت بشكل قانوني وهي ما عندهاش فكرة عن التفاصيل القانونية تقول لك أصلي دي مش محكمة عادية دي محكمة جنائية يا فندم المسميات القانونية لا يجوز التلاعب فيها طالما أنت بتلعب في نطاق رياضي ومش هديك أمثلة زين الدين زيدان ولا ميسي ولا فالفيردي كلام اللي بتقال ده كلام غلط بس للأسف عشان ما فيش اتحاد كورة بيقدر يحاسب المخطئ في وقته فالموضوع بيكبر زي ما قلت كورة التلج بتكبر معنا وأختم على كلامك يا محمد وأكد على أنه زي ما الأهلي كان صباق في إصدار عقوبة بحق حسين الشحات نتيجة الخطأ اللي ارتكبوا في المباراة الأهلي على يقين الحقيقة لن يتوانى أبدا في الدفاع عن حقوقه أو حقوق لاعبي لا وفي مفاجآت في مفاجآت الفترة اللي جاية ولكن كل شيء في وقته وكل شيء بقوانه لأن المفاجآت القادمة هتبع على المستوى القري وعلى المستوى الدولي